بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزحق الباطل إن باطل كان زحوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يدد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعمال من الذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه لبنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبَلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ذِكْرًا بسم الله الرحمن الرحيم قَاهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِنْ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِنْ تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَابِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَانِ بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نبته خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلام وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتام فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الترجات الأعلى جنات عجل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بسم الله الرحمن الرحيم وقال رب أعوذ بك من مهزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحتون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تردت كلام إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو عمل الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازل أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عدنا ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانيًا فقسع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلا ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يطلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيام وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستررون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأسبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغذبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوى الذين كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها داخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جدت ربنا من تخذ صاحبة ولا ولدان وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون رجل من الجن فزادوهم رحقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حسرا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأننا لا ندني أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذيعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعام أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نطيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاقين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حطهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاروة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوصالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا عسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوط فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العشر يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح حان ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغمين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحرة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المبسدين ويحق الله حق بكلماته ولو كره المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه الشهاب مبين والأرض مدتناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مدتناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاشي ومن لستم له برازطين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواكح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا قموه وما أنتم له بخازين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأذنين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزحق الباطل إن باطل كان زحوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يدد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعمال من الذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه لبنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرى بسم الله الرحمن الرحيم قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلام الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرام وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنان بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نبته خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت وإنك أنت الأعلام وألق ما في يمين وإنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي الساحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الترجات الأعلى جنات عجل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بسم الله الرحمن الرحيم وقال رب أعوذ بك من مهزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تردت كلام إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو عمل الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازل أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تككرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عدنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فقسع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلا ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يطلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستررون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأسبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف لعلكم تغذبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوى الذين كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها داخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعون نزلا من رفوع رحيم